اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناة تدريب كلاب لائف زو الدوكز بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مخاطر حموم الكلاب في الحر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجدعى علينا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله العناية بصحة الكلب وفروته من الحاجات المهمة جدا وعشان تحافظ على صحة الكلب وعلى فروته لازم بتحمي الكلب لكن استحمام الكلب لازم يكون برضو بطرق صحيحة ما ينفعش ان انا احمي الكلب بطرق خاطئة وبعد كده اكتشف ان فيه اشياء بدأت تحصل لفروة الكلب زي مثلا ان فروة الكلب بدأت لونها يبهت شعر الكلب بدأ يسقط وبعد كده ارجع استعجب ايه اللي حصل طب ايه اللي خلى الكلب شعره يحصل له كده ده انا بحميه ايه اللي حصل للكلب علشان ان هو يوصل للمرحلة دي تحميم الكلب اكتر من مرة في الشهر ده بياكل المادة الزيتية اللي موجودة في شعر الكلب بيبدأ يمحيها خالص لحد ما بيكون شعر الكلب اصبح ضعيف وبدأ ان هو يتساقط وبعد كده هتلاقي جلد الكلب بدأ يظهر ده بسبب كسرة الحموم لكن تحميم الكلب في فصل الصيف ممكن يكون من 3 ل 4 مرات في فصل الصيف كل اسبوع مرة مثلا اقصى حاجة كل اسبوع مرتين اكتر من كده بيكون خطر جدا على جسم الكلب وعلى فروته الحاجة التانية استخدامك لمواد كيموية في تحميم الكلب يعني ما تجيبش منظفات البيت وتبدأ ان انت تحمي الكلب بيها منظفات البيت دي بتأثر جميل جدا على شعر الكلب وكمان بتأثر على جلد الكلب وبيبان تأثير منظفات البيت زي مسحي الغسيل على الكلاب اللونجهير زي الجيرمند شيبرد وزي الريال بلاك وخصوصا اللي شعرهم اسود فبتلاحز ان شعر الكلب بيكون لونه محروق او بيبقى لونه من الاصمر اللي هو اللي بيلمع المادة الزيتية بيكون راحت وبيبقى الكلب شعره كأنه بالزبط تحرق ومن الحاجات المهمة التوقيت اللي هتبدأ ان انت تحمي فيه الكلب لو ما خدتش بالك وكان التوقيت غلط هتأثر على الكلب جامد جدا وخصوصا في فصل الصيف وفي وقت الحر بقى ييجي مثلا مربي مربي الكلب عنده على صوتها او مربيه في حديقة مكشوفة منها للشمس وييجي يطلع مثلا جاي من شغل او رايح شغل او طالع يبص على الكلب يلاقي الكلب نايم في الارض الجو حر جدا ووقت الحر معظم الكلاب اصلا بتكون نايم او بتحاول انها بقدر الامكان انها ما تعملش حرقة كتير لان جسمها بيرتفع فيه درجة الحرارة فسبحان الله هي غريزة عندهم كده بتلاقي نشاطهم قليل وقت الحر وبيدور على اي حتة رطبة ينام فيها وييجي المالك هو اصلا مش موفر له اي مكان رطب وسايب الكلب في الشمس وبعدين يبص المالك على الكلب يلاقيه نايم في الارض يقول لك الكلب ده مش نايم بشغله ما هواش بيهابهب ولا بيعمل ومقضيها نوم وانا عمالة اكل فيها على الفادي يعم هات جاردة المية ويدي له دوش فوقه خليه يقوم يتنطط يشتغل كده يعمل بلقمته يقوم داخل جاي الجاردة المية ويجي مدي الكلب تيش رشاية عشان الكلب يفوق من اكبر الاخطاء اللي هو عملها في الوقت ده ان هو رشي الكلب بالمية او ان هو حتى جاب الكلب وبدأ ان هو يحميه في وقت الحر وقت الحر ده ليه تأثير جميل جدا حتى لو انت ما استخدمتش اي منظفات كيميائية على شعر الكلب هتلاقي كل ما بتحمي الكلب في الحر ربنا سطرها معاك وقت تحميم الكلب وما كانش درجة حرارة جسم الكلب عالية قوي وجيت انت جبت مية من الحنفية وبدأت ان انت تحمي الكلب خلي بالك ان لو الكلب درجة حرارته مرتفعة وحطيت على جسمه المية هتجيب له جلطة دي حاجة وممكن تلاقي الكلب طب مات منك فجأة حسب ما هتيجي الجلطة فين في جسمه الحاجة التانية اللي تخلي بالك منها جدا ان وقت تحميم الكلب في الحر هيأثر برضو على شعر جسمه بنسبة كبيرة قوي والشعرية برضو هتتحرق حتى لو انت ما حطيتش على جسمه اي منظفات غير انك بترش على الكلب مية بس كده فاقز الحر الحاجات دي لها تأثير جميل جدا على الدورة الدموية للكلب وكمان على فروة الكلب وعلى جسمه تخلي بالك ما تجيش وقت الحر الشديد وتبدأ ان انت تحمي الكلب خليك بعيد جدا عن تحميم الكلب في الحر تعال وقت مثلا بعد العصر ابدأ ان انت تحمي الكلب تعال وقت الصبح واللسه الشمس لسه طلع مثلا الساعة سبعة الساعة تمانية ابدأ احمي الكلب المهم ان ما تكونش درجة حرارة ارتفع تجامد وجسم الكلب سخن وتبدأ ان انت تحط عليه مية ساعة طب لو انت طلعت مثلا تشوف الكلب بتاعك سواء في الحديقة او على سطحي ولقيت الكلب جاء له خمول فعلا وقت الحر والخمول اللي هو فيه مش طبيعي وحسيت ان الكلب جاء له ضربة شمس في الحالة دي هتعمل ايه مش هينفع ان انت برضو تدي للكلب دش مية مرة واحدة هتبدأ ان انت تمشي المية على جسم الكلب بالتدريج هتمشيها واحدة واحدة كده ايه على ظهر الكلب سنة سنة لكن ما تصبش المية حتة واحدة لان المرة واحدة دي زي ما قلت لك ممكن تجيب للكلب جلطة لكن لما هتنزل المية بالتدريج على جسم الكلب هيبدأ ان هو درجة الحرارة هتبدأ تنخفض بالتدريج ودي هتساهم بشكل كبير جدا لو الكلب جاء له ضربة شمس انها تعالج الموضوع فتخلي بالك وما تتصرعش في تحميم الكلب في الحر يا رب انكونوا استفادنا بحلقة النهاردة ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته